سلام وأمان ورحمة عليك أي انكين مكانك في هذه الأرض أهلا بيك وأعزائي المشاهدين وحلقة جديدة من برنامج امرأة من كوكب آخر النهاردة حلقة كراوية جدا حتى مغيرين اللوكيشن خليينه كراوي زيك يا بنورة جزميك يا سوداليا عملا إيه؟ حمد الله على السلامة الله يصنمك معي النهاردة ضيفي مشرفني كابتن أحمد كريكا رئيس شركة مصر العالمية أهلا بيك يا كابتن أهلا بيك يا سوداليا أخبرك إيه؟ الحمد لله تماما الحمد لله نهاردة هنتكلم عن نادي FC Dream وهنتكلم عن الشركة ورعيتها للنادي طبعا ومعانا بنورة برضو هنتشوف عملة F المصير في بتاعها أثنائك الحوار تفضل يا كابتن عايزة أول حاجة أتعرف نفسك للمشاهدين أولا بسم الله الرحمن الرحيم طبعا أنا شاب زي كل الشباب في مصر طبعا اتولدت في أسرة بسيطة جدا في كاريا اسمها بني عامرت في المحافظة الشرقية طبعا كان عندي حلم كبير طبعا أن أنا أبقى حاجة كويسة جدا في المجتمع يفتخل بها أهلي وكل عائلتي وكل حد يعرفني طبعا أنا كنت بالعب كورة أنا كنت ناشئين نادي الزمالك والداخلية وناشئين الشرقية ولعبت الشرقية في أول كمان لكن ما حصلش نصيب أن أنا أكمل في كورة أبقى حاجة كويسة أو أن أنا أريد طموحي في أن أنا أبقى لعب كورة كويس جدا ممكن يكون ربنا عوضني الفترة دي إن شاء الله في موضوع التسويق في موضوع التسويق الرياضي طبعا وأتمنى من ربنا إن شاء الله أن يوفقني في الموضوع ده إن شاء الله يبقى فتحة خير علي بإذن الله أ Hollywood طب كنت نحمد قولي إزاي دخلت التسويق الرياضي والله يا سيزين دليلي هو موضوع تسويق الرياضي ههي أموما عندك تسويق؟ أموماً أنا من البداية موضوع حبي لكورة طبعا كان والدي هو اللي حبيبني في الكورة تمام لأن والدي طبعا كان قرر وكان أهلاوي حبيبني في الأهلي وحبيبني في موضوع الكورة ابتليت ألعب كورة واتقلت من أنديها كتير جدا طبعا بس بعد ما بطلت كورة أنا عموما بحب الكورة فكان لازم أدخل حاجة أو أشتغل في حاجة لها علاقة برياضة فما لقيتش غير موضوع التسويق وبعدين هو موضوع التسويق عندي ما هوش موضوع مكتصر على موضوع تسويق لعيبة بس لا والموضوع عندي في تسويق منتجات رياضية طبعا أدوات رياضية بنشتغل على أكاديميات كتير جدا بنفتح أكاديميات تمام طيب قولي بقى موضوع نادي FC Dream نادي ده جماعة في مزايا كتير جدا لو عايزين تشتركوا فيه هتتوصلوا معي على الواطس 012-723-6229 عاملين كتر أحمد هتكلمنا عن نادي وعام الرعاية اللي هيقوم بيها للنادي إن شاء الله طبعا هنا الحمد لله من أيام بسيطة جدا حصلت على رعاية نادي FC Dream في قطاع النشئين ثريق 2000-2001-2002-2003 كمان طبعا إحنا عنديني هنا بعض المميزات اللي بنقدمها لللاعب اللي هيجي ينضم عندنا في نادي FC Dream طبعا طبعا قبل ما أشرح لكم موضوع الأوراق المطلوبة أنت تجيب لي إيه عشان تنضم عندي للفرقة أنا هشرح لك الأول المزايا لازم هشرح لك الأول أنت عندي هتوصل لأي لفل في التسويق عندي أنت هتلعب فين عندي هتتوبة في أي مكانة وبعد كده طبعا هشرح لك هو يلعب دوري القاهرة صح طبعا عندي نادي FC Dream من البداية هيلعب عندي دوري سوبر القاهرة هيلعب فرق الأهلي إن بي المؤولين تمام لو هنيجي نسأل دلوقتي مثلا هيا سأل حضرتك سؤال مثلا لعب الكورة هو بيلعب لي بيلعب لي بيلعب مثلا في نادي متوسط لي عشان يبقى إيه بعد كده أو بيلعب في أكاديميلي عشان يتأهل الدور يروح مكان كويس يروح للليفل اللي هو بيحلم به اللي أهل بيحلموا به طبعا عندي هنا في نادي FC Dream مش بقولك أنت هتلعب عندي مساق هو جب من الآخر نادي FC Dream لأ أنت عندي هتلعب في نادي FC Dream هتلعب بالأهلي هتلعب مع الزمالك هتلعب سوري اللي زمالك بيلعب سوبر الجيزة هتلعب مع الأهلي هتلعب مع مؤولين هتلعب مع أمبي فأنت بتعرض نفسك أنا عندي في النادي أنا ههيأ لك كل حاجة اللعيب الكرة محتاجها ليه؟ لأن أنا رجل لعيب الكرة فأنا عرف أنت كلعيب الكرة أنت محتاج إيه عندي أنت محتاج تاكل إزاي محتاج تشرب إزاي محتاج تتعامل نفسيا إزاي محتاج إيه الأدوات اللي أنت محتاجها في التمرين محتاج تتمرن كم ساعة لو عندك مشاكل صحية الرعاية الصحية بتاعتك تبقى عاملة إزاي محتاج تروح للدكتور إزاي أنا هعرف أتبعك كويس جداً هعرف أوفر لك كل الإمكانيات دي كلها لأن أنا لعبت كورة قبل كده وفاهم فأنت عندي كلعيب كورة في نادي FC Dream أنت من غير ما تطلب حاجة هتلاقيها موجودة أنت ما لكش عندي غير الملعب وبس إذبت لي نفسك في الملعب وانت هتتسوي آه عندي نادي FC Dream ده نادي استثماري خلاص آه بمقام البضي يعني مقابل مادي بسيط جداً دي ما فيهاش مشكلة خالص لأن فيه دلوقتي نقطة دلوقتي بعد ما الحظر اتفك نسبياً ورجع شوية طبعاً كارمن رئيس الوزراء مفيش أي اختبرات طب أنت كلاعب هتفضل طول عمرك موجود في أكاديمية بتطمر هتفضل طول عمرك بالناس اللي بتعمل أكاديميات هيفضلوا يستغلوا فيك وفي فلوسك الأكاديميات دي ساعات بيقولك السبوبة آه آه يعني مش بياخدوا المواهب لكن نادي عايز مواهب بردك مشكلة عشان أكون صادق وأكون منصف هي مشكلة في بعض الأكاديميات محترمة جداً 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 بيعملها ناس فعلاً ناس راغذيين ناس لعب يتكورها ناس فهمها من خلالها بتبتد أنها اتسوق تمام؟ لكن أنا بتكلم على اللعب دلوقتي ما فيش اختبارات هتروح فين هتفضل قاعد في البيت تيجي تلعب عندي في نادي F-S-Dream تعال أثبت نفسك لعب قدام الأهلي المؤولين أمبي وسوق نفسك بنفسك الملعب ده بتاعك أنت مش بتاعنا أنا 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 شغلي كله بالنسبة لك شغل إداري أنا أنا منظم لك أنت الملعب بتاعك اشتغل كويس على نفسك دوس جامد يظهر بمستوى قويس وانت هتسوق نفسك يا كابتن يا كابتن أتفضل يا بنور فين بقى الستات وما فيش كبات الستات ولا لائمة بلد هنعمل زرية كورة كده بنور هتودينها في دهي قول المبادر احنا عن قابل رئيزة تحدى كورة يعني انت شايف كل اللائمة دلوقتي مبقى لظيم من كتر الوقت بتاع الحظ يكرا عدينه في البيوت احنا بنحافظ على نشارك لا ما احنا هنخسسه من شاء الله يا بنورة ما تقليش احنا خسسين خلق كل الستات خسسة دلوقتي يعني هيدوكوا أكتر 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 نلعبوا لا وان شاء الله يا بنورة بإذن الله في لقاء قريب ان شاء الله مع الأستاذ عمر الجنيني مظبوط ان شاء الله احنا بنرتب دلوقتي مع رئيس اتحاد الكورة عشان هنعمل فريق النساء ده عايزينه يتأهل الدوري عايزين نعمل تخطيئ علامية خاصة لفريق النساء الكورة القدم فاحنا بنرتب بس بنستنيه التصريحات بس ده وعد أكيد يعني عشان أقول لكل صحباتي في اسكندرية لا أنا عامل فريق النساء ده أنا عامل جمعية خيرية للموضوع ده يبسط قوي ماشي يا بنور اه تمام هنرجع لكلامنا تياني واساس داليا فانا عندي بوفر لللاعب كل السبل اللي هو محتاجها من غير ما يطلبها الملعب ده بتاعه يسوق نفسه بنفسه حتى يعني حتى في النادي عندي ممكن ما يحتاجنيش أنا كشركة تسويق ممكن ما يحتاجش وكيل انت بتتمرن كويس وتلعب كويس تثبت نفسك في المتشاط انت هتسوق نفسك بنفسك النادي هو اللي هجري عليك ما انتاش محتاج وكيل طبعا أكيد لكن أنا حابب أن أنا أوضح نقطة بس وخصوصنا احنا بتتكلم في موضوع التسويق الرياضي تمام مفهوم وكيل اللاعبين تمام والناس واخداء بمفهوم غلط الناس واخداء بمفهوم ان الوكيل ده هو عبارة عن ان هو سمصار بياخد عمولة وبياخدش عمولة والكلام ده كله تمام لا حاليا في الوقت الحالي ووكيل اللاعبين اصبح اسمه وسيط بتكتب في العقد وسيط ما بين اللاعب والنادي وسيط ما بين اللاعب وما بين النادي لان الناس مفكرة ان الوكيل اللاعبين ده ده مهنة ملة مهنة له لا لا بالعكس ده مهنة صعبة جدا مهنة محتاجة حد يشتغل على نفسه كتير جدا حد يبالبط جدا في الكلام التسويق ده أصلا كحاجة أو كموضوع تسويق ده مهنة صعبة جدا المساوى لأي شيء تسويق لعيبة تسويق منتج أي شيء مهنة مش أي حد يشتغل في التسويق يا جماعة التسويق ده عايز ناس معينة كارزمة معينة أسلوب معينة في الكلام لباقة معينة في الكلام بس عشان نبقى متفقين على حاجة أن في بعض في بعض الوكلة أساءه لمسمى التسويق الرياضي أو لوكالة اللاعبين فأنا من هنا من مكاني دلوقتي أنا بقدم على مبادرة أن يكون هناك حاجة اسمها ميساق شرف لكل الوكلة وكل الناس اللي عندهم شركات تسويق رياضي ويكون فيه أسس مبادئ نمشي عليها ده يحطها اتحاد الكورة للناس أو اتحاد الكورة حط شروط صعبة دلوقتي مثلا أن الوكال اللاعبين دلوقتي لازم يبقى دفع تامين ما يقرب من 250 ألف جنيه يبيعمل حوالي عشر تستات تمام؟ واختبارات صعبة جدا وممكن ما ياخدش الوكالة وما يحصلش عليها تمام؟ طب ليه أنا ما أعملش حل وسط تمام؟ أبسط الأمور شوية تمام؟ وسهلها بالنسبة للناس ويبقى فيه ميساق شرف فيه أسس مبادئ مشيين عليها واللي يغلط يتحسب طبعا أكيد طب أنا كنت عايز أسألك سؤال الفترة اللي فاتت أثناء الحظر كنت بتعمله وإيه مع اللعيبة؟ فترة الحظر دي كانت أسعب فترة وخصوصا أن أنت معاك مجموعة من اللعيبة سواء اللعيبة جوة مصر أو برا مصر أنت مش عارفة تدي حد أعود مش عارفة تقولي أنا هسواءك بكرة أنا عارض السيفيبتاعك على نادي كازا مثلا أنا مش قادر لأن أنا مش عارف بكرة فيه مش عارف النادي ده أصلا ظروف وإمكانيات وبعد ما الحظر يتفاك نادي ده هيشتغل كويس زي ما كان قبل كده ولا لا أنا مش عارض فكانت أسعب فترة كنا دايما بنتابع مع اللعيبة خصوصا لعيبة اللي هي برا مصر اللي معاي في الشركة كنت دايما بيتابعة معاهم البروجرام اللي أنا حطوا ليهم بيشتغلوا جيم بيشتغلوا تمبرانات خاصة لوحدهم برنامج خاص بيهم والحمد لله يا دينا دلوقتي ابتدت نهت تفتح شوية بس كانت فترة أصعب علينا يا كابتن كنت سيبنوا علنا في البيوت كده مزاها إيه نعمل نزغط 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 لمعنزة البط والوز دلوقتي نجدتونا دلوقتي نجدتونا ولزلتوهم من البيت وريحتونا منهم شوية خلاص ما انت انفصلت عن فانوس عايزة ايه تاني اي مكان أنا بلور على العريز دلوقتي ما هو انت مش لاقي هنعمل ايه وانا هو يكون كابتن كرة كابتن كرة؟ عشانت كنت عايزة ممثل أنا مرتبط يا بنورة محطيش عينك أليا لا لا أنا مرتبط يا بنورة محطيش عينك أليا لا يا كابتن ما تحولش انت هتوديني في داهي يا شاك طبعا حاببا اتكلم بس دلوقتي اشرح نقطة بس في مزايا الانضوام عندي للنادي طبعا كنت اتكلمت كلام بشكل عام ان انا بوفر للعب كل الامكانيات اللي هو هيحتاجها طبعا انا بوفر له تغطية اعلامية على الكنوات الفضائية بمعنى مش معنى ان انا هصورك في التمرين دايما لا انت عندك متشاط ودية في الدوري غزبا عنك بتلعب اهلي بتلعب موالين طبعا انا بصور المتشاط دي تمام بعمل سيفير كل اللعب عندي اللعب عندي بيستلم شنطة ملابس الرياضية كاملة اي حاجة يبقى محتاجة يبقى موجودة في الشنطة باذن الله ومن اجود الخامات الرياضية ان شاء الله باذن الله تعالى تاني حاجة طبعا اللعب عندي ليه وكبت غدا يوم المباراة طبعا دي حاجة طبيعية وكبت الغدا دي حاجة أسية اه اهم حاجة بقى في الموضوع بالنسبة عندي بختار افضل لعب في الشهر دي حاجة كويسة جدا احنا عاملينها مع دارة النادي بيختار افضل لعب في الشهر عبارة عن ايه اللعب اللي بتمران كويس بقد كويس بيهين نفسه قوي في المتشاط وبخايف على الفرقة قلبه على المكسب هو ده اللعب اللي هو موجود معايا اخر الشهر ان شاء الله في حالة على اي قناة فضائية بستضيفه دي مكافأة للعب على تعبه طول الشهر تمام وطبعا عندي بالنسبة للتسويق اللعيبة عندي طبعا انا بسوأ اللعيب المميز يعني ايه اللعيب المميز اللعيب اللي بيصنع لي الفارق مع الفرقة بتاعتي يعني انا مثلا عندي مثلا احمد محمد محمود دول معايا فرقة انا عارف ان احمد ده بيكسبني كل ماتش انا هنزوله يكسبني فهو احمد اللي هسوأه لان احمد هو اللي بيكسبني المتشاط احمد ده هو المميز احمد ده هو اللي بتمرهم كويس احمد ده هو اللي وقف على الجنوب. الجوان هي الاساس. اه. تمام. طيب انا عايزة اقول حاجة فيه شاب مصري كلمني بقاله تلاتة يام يتصل بي عشان اه عنده مشكلة وقال لي يا ريت تعرضي انه عرض على الهوى. هو من الريف بس هو اشتلق قطعة ارض وعمل عليها معرض سيارات وبيشغل الناس كتير معي. طبعا الفترة الفات كان فيه ازمة على كل الناس. بس هو ملحقش مبادرة الساد الرئيس على الفتاح السيسي الخمسة في المية كروت. فبيراسل السيد الرئيس على صفحة على طول محدش رد عليه. ففيه فيه مشكلة عند الشاب فانا بحاول اوصل صوتي ان لو تساعدوه في موضوع الكروت او موضوع المبادرة اللي هي خمسة في المية كروت لانه دلوقتي مش عارف يشغل المعرض بتاعه. العمالة وقفة. الناس مش قبضت مرتباتها فعنده ازمة فضيعة. بيحسبوا فواية خمسة وعشرين في المية حاجات يعني ايه مشكلة مالية عنده. فبناشت طبعا السيد الرئيس ان هو يشوف الموضوع ده لانه هو شاب صغير ولسه يعني بيبتدي. بس كميل كلامك اه تمام. طبعا بتكلم بقول لي كل الشباب اللي عادة تسمعنا دلوقتي. لو انت حابب انت بموجود معانا في نادي دريم تمام. يتوصل على الرقم الواتس لحضرتك قلتي. تمام. وان شاء الله يبقى موسم السناء دي موسم استثنائي. تمام. بكل المقاييس ان شاء الله. هنوفر فيه كل كل الاساليب اللي اللعب محتاجها. هنوفر فيه كل حاجة لللاعب ان شاء الله. اه وان شاء الله بازن الله طبعا احنا هكي. طب قل لي بقى الحاجات البنود المفروض النادي طالبها. اه النادي طالب ايه من اللعيب. تمام. طيب. انا دلوقتي هقول بس الاوراق المطلوبة للانضمام. وبعد كده هقول على المقابل المادي. تمام. طيب. اه رقم واحد بالنسبة للأوراق اللي هي بتبقى مطلوبة للقيد. لو قيد اللعب. تمام. رقم واحد شالية ملاد بالكمبيوتر. بيطلع له كاباتٍ اتحد الكورة. طبعا ن요 طبع انا لسه لسه هتكلم فيها بعديين. شالية ملاد بالكمبيوتر. اه سور البطاقة رقم القاومي لللاعب. طبعا لو انت سنك انك بيسمح لك ان انت اطلع بطاقة. بتجيب سورة بطاقتك. سنك ما مالوش. السن القانوني ان انت ما طلعش بطاقة. طبعا شالية الملاد بالكمبيوتر مكتوبة عليها رقم القاومي بتاعك فوق تمام سورة بطاقة ولي سورة بطاقة ولي الأمر طبعا أربع صور شخصية أهم نقطة بقى في القصة دي كلها اللي هي عاملة لغط كتير عند الناس الفترة دي الإفادة من المدرسة طبعا دي بقالها حوالي أربع سنين بتطلب أو خمس سنين بتطلب عشان موضوع التجنيد تمام إن نعرف الرجل ده ليه جيش ملوش جيش الموضوع ده كله فبقى اتحاد الكورة بقى بيطلبها من القيد فأنت بتروح المدرسة عندك بتطلب منهم إفادة يا جماعة أنا محتاج إفادة تثبت إن أنا مقايدة عندكم في المدرسة موجهة لإيه لنادي FC Dream بس ليه أنت الحاجة دي هتفيدك قدام لو أنا عندي تمرين النهاردة في النادي وليكن وأنا عندي دراسة النادي بتديك جواب رسمي إن أنت تاخد أجازة من المدرسة في اليوم دوت إن ده أصلا كرئيس وزراء إن أنت لو رياضي وفي عندك تمرين وعندك مبارات في الدوري إنت ليك اليوم ده بتاخده أجازة فالحاجة دي هتفيدك قدام هنيجي طبعا لآخر حاجة إن أنت طبعا النادي استثماري والنادي ده بمقابل مد بسيط طبعا بتلعب بالمقابل المد دوت لمدة موسم واحد بس يعني أنت عندي موسم واحد الموسم دوت أنت بتسلم في لبس بتلعب بعملك شوء إعلامي بعرض مطشاطك كلها بيظهر يعني أنا واضح كده أننادي الفريق ألفين الفريق ألفين لنادي FC Dream الفريق ده ومميز لأنه هيحاول نحاول نظهره إعلاميا مش كل الفرق بتظهر إعلاميا مش كل الشباب بتظهر إعلاميا لا لا مش كلها فده هيظهر إعلاميا مش كلها ومش كل إدارة الأندية عندها موارد مالية تساعد إنها تظهر العباء بتاعتها إعلاميا وتساعد إنها تسوقها صحيح بص بص إحنا عندنا دلوقتي في مصر ما يقرب من ألف نادي استثماري خلاص لكن هنا فكري النادي إيه النادي حبيب يعمل إيه بنسبة 99 وتسعة من عشرة في الأندية الاستثمارية في مصر نفس نظام شغلهم بالضبط نفس شغل الأكاديميات سبب أنا بجيب فلوس من اللاعب إلعب عندي موسم الموسم الجاي مع السلامة برد فضل بجيب لعب تاني غيرك أخذ منه فلوس وده في الاحتراف ده مش أستبرو فيشنا إن أنا أعمل به حتى لعيب كورة تمام؟ لذلك هنقابل مشكلات كتير مع لعيبة هاتجنة إحنا دفعنا فلوس قبل كده ملعبناش استلمنا لبس وملعبناش مطشاط لعبنا مطشاط ومستلمناش لبس فهتقابل مشاكل كتير لأنهم كانوا بيفتقدوا العدم المصداقية في الموضوع لكن أنا بقول أنت عندي بتجيلي الشركة بتوقع معايا عقد بيضمام للنادي تمام؟ طبعا مش عقد طبعا أنت كلاعب ناشئ بتمدي استمارة أما بتعمل معايا عقد رعاية لأن أنا راعي للفريق خلاص؟ بتستلم شنطة لبسك وبتدفع جزء طبعا من المقابل المادي للنادي طبعا قبل ما باجي أن أنا قيدك ويطلع لك الكرنيه بتدفع الجزء الثاني علشان أطلع لك الكرنيه بتاعك وطبعا الكرنيه عشان بس تبقى اللعبة فهمة أنت ما بتاخدش الكرنيه بتاعك ليك ده الكرنيه أنت بتنزل به المطشاط ممكن أسمح لك أن أتصوره هو الكرنيه اتحاد الكورة ده كلامك مضبوطي كابتن الكرنيه اتحاد الكورة ده بيطلع وبتشوفه كل حاجة بس إحنا كابتن بيحطه معاه أو يعينه معاه علشان الدوري لأن في لعيبة ممكن ما تجيش الدوري مثلا صح؟ وكده اللي أنا عارفه يعني المعلومات بتاعتي ممكن ما يجوش الدوري لعبه ويزنق لإيه الكابتن لا لا هو توضيحا لكلام حضرتك أن الكرنيهات بتبقى موجودة مع إدارة الفرقة لأنه طبعا في حاجة اسمها قبل المطش في حاجة اسمها سكورشيت أنا بحط سكور المطش عبارة عن 18 لعب 11 لعب في الملعب و7 في الفرق الاحتياطي تمام؟ فطبعا الكرنيهات دي كلها مع الإدارة لأن الإدارة هو اللي بيعمل سكورشيت هو اللي ببقف على الخط بنزل اللاعب دي كلها شغل الإداريات أنا ممكن أسمح لللاعب أن يصور الكرنيه بتاعه يصوره على الموبايل يصوره صوره على مكان التصوير وياخده ما عنديش مشكلة فيها لكن الكرنيه الأصل بتاع اتحاد الكورو لا الكرنيه ده موجود معنا إحنا ده أنا بنزل باللاعب تمام؟ بصي بقى يا كابتن إحنا عايزين النادي بتاعنا يبقى نادي كده فرفوش غير كل النوادي اللي موجودة في مصر يعني عايزي اهتمامات كده فنية وأسرية ومصائف وحاجات حلوة عايزين ندلحهم بالأخ عايزين نخليهم يعرفوا يجيبوا قوات نادي فريق 2000 FC Dream هيبقى فريق غير كل الفرق اللي موجودة في مصر عايزين نطلع من الكابتن بتاع كورونا واجه العلب اللي عد علينا الفتر اللي فاتت أنت الله يا كورو عايزين نقود العالم كله في الكورو إن شاء الله بصدق كورو النسائية عاملين ماتش ودي مع اللي بربون هنعمل يا بنتي احنا هنعدي أيوه عايزين بقى نروس يعني نادي مختلف طبعا في كل حاجة فريق نسائي مختلف أيوه في مواصفات الجمال والرشقة والدلع وكل حاجة أوه أنت ليه مركزة على الفريق النسائي آه طبعا نعمل هركز على إيه أنت زيقت من الرجلة المرأة صب المرأة صب المرأة أنتوا طلعوا منكم تلعبوا كورا سمونا شوية يجبونيكم احنا هنعمل إيه ماشي أنتوا تلعبوا تنس كويس تنس لا لا كورو تقضم والله لا لا تنس لا سوف دول برا دول برا كورو تقضم فيها بتلعب إيه بتلعب إيه احنا قادمون النساء قادمون المرأة المصرية قادمة ما صاحب رابع عليك يا بنور وأنا معيك يا حبيب هتشوف إحنا هنعمل إيه وبس صقف قدامنا بس في الملاعب ولا في النوادي ماشي يا بنور فضلي يا كابتن كم آه بس قول لي بقى الطلبات أنت قلت الطلبات للإف سي دين غير الأوراق الرسمية آه المبلغ المفروض يدفعه هو مبلغ بسيط وهيقصط على دفعتين آه على دفعتين دفع الأولى وهو بيمضي معي عقد رعاية في الشركة وبيوقع على استمرارة القيد بتاعته في الاتحاد الكورة طبعا أو في منطقة القهورة طبعا آه والجزء الثاني قبل ما بتأيد بيدفع جزء الثاني إن شاء الله طبعا أنا الجزء الأول بيستلم شانتك لبسه كاملة آه يعني بيوقع استمرارة ويستلم شانتك لبسه وبيدفع الجزء الأول بيوقع طبعا بإيصال السلام ما فيهش مشكلة جدا آه الجزء الثاني بتدفع قبل كيده مباشرة فيه طلب بصراحة يعني أنا قلت لحضرتك إن أنا من قرية صغيرة اسمها قرية بني عامر في المحافظة الشرعية تمام آه عندنا عدد سكانة قرية وما يقرب من 130 ألف 140 ألف عندنا حوالي 7000 شاب بيمارس لعبة كرة القدم عندنا مشكلة في مركز الشباب عندنا طبعا أنا عرفتها عن طريق يعني مجموعة من الشباب كان بيمثلهم الأستاذ عمر عشري هو اللي تواصل معايا كلمني عمره وقال لي إن فيه مشكلة عندنا في الملعب بخصوص تخصيص أرض مركز الشباب إن هي تبقى الصالح للمركز طبعا دلوقتي الأرض دي غير مخصصة للمركز يعني وارد إنها في أي وقت من الأوقات يجي قرار مثلا من الحكومة الملعب ده أو الأرض دي هتتعمل مدرسة هتتعمل معهد طب الشباب ده هيلعب فين؟ الشباب ده هيروح فين؟ فأنا بناشد هلت أخذ الملعب أساسي؟ هو الملعب موجود بس غير مخصص للمركز الشباب ممكن يجي قرار من الحكومة الصبح الملعب ده تبني عليه معهد تبني عليه مدرسة طب الشباب ده هيروح فين؟ فأنا بناشد الدكتور المحترم أشرف صبح وزير الشباب بوريط هو طبعا منعودنا دايما إنه هو بيدعم الشباب وبيدعم مركز الشباب ومن قبل الدكتور المحترم خالد عبد العزيز تمام؟ أنا بناشده بتخصيص أرض مركز شباب بني عمر لصالح مركز الشباب النقطة التانية كلمني فيها الأستاذ سعيد مرزوق مدير المركز طبعا مركز الشباب عندنا في لي صور محتاجين إن الصور ده يعلى لسببين طبعا الصور ده بقى مكان لإلقاء القمامة فيه لإن الأرض منبرة عالية خلاص محتاجين إننا نعلي الصور ده كويس لإن كمان الأطفال الصغيرة بتنط فده بتعرضوا للإصابات فمين هيشين مسؤوليتهم؟ يعني مين هيشين مسؤولية الأطفال دي؟ النقطة التانية ترميم الملعب الخماسي بتاع المركز لأن طبعا الملعب ده لما تعمل ما كانش فيه لسه فيه صور في البداية فالملعب ده اتبهدل جدا محتاج دلوقتي ترميم فأنا بناشد الدكتور أشرف صفحة المحترى مزيرة الشباب برياضة بتخصيص أرض مركز شباب بن عامر لصالح المركز وعلى حد علمي من أستاذ عيد مرزوق مدير المركز إن كل الأوراق دلوقتي متقدمها في الجهة المعنية ومستنين الموافقة طب أنا عايزة بس ماشي كلامك مظبوط يا كابتن بس أنا عايزة دلوقتي الجمهور يعمل مدخلات على الشاشة يعني فيه رقم على الشاشة أنتوا عايزينكوا تتواصلوا معايا لأن الفكرة اللي طلع هتبقى مات بغدريا إن شاء الله فإن شاء الله تتواصلوا معايا فإن شاء الله تتواصل ونرد نعطينا انتظرونا في أقوى البرامج استضافة كافة الشخصيات وحوارات مع الموهوبين في كل المجالات القائد ضوء على كل مواضيع الأسرة المصرية فقرات طبخ كل أسبوع حصريا على الهواء مباشرة مع الإعلامية دانيا المسلمين برنامج امرأة من كوكب آخر تعلن إدارة قناة الصحة والجمال للسادة المشاهدين بأنه قد قامت بتغيير ترددها الحالي إلى تردد 1-1-8-2-3 عامدي لذا ننوه عناية سيادتكم بضبط أجهزتكم من اليوم على التردد الجديد مع تمنياتنا لكم مشاهدة ممتعة ترجمة نانسي قنقر 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 ساعده بس أنا هشكر بطريقة مختلفة شوية أنا هشكر كل واحد كان بيحبطني يعني كل واحد ما تمناش لي الخير كل واحد كان عايز أن أنا أفشل كل واحد كان عايز يسرق نجاحي وحلمي لأن بسببه أنا في المكان ده النهاردة وعد قدام حضرتك وعد في المكان ده وبعند شركة تسويق الحمد لله تمام فبسبب حقده ليا وبسبب كره ليا وصلني أكون في المكان ده تاني حاجة طبعا أنا في كل حلقة بحب أشكر جدي رحمة الله علي طبعا رباني يا رحمة يا رب كان صحف فضل علي أشكر والدي والدتي وقفوا جنبي فأصعب الأوقات في وقتي كان الكل تخلى عني فيه وسبني وفضلهم كبير جدا علي لحد يوم الدين وأشكر كل عيلتي وكل أسرتي وكل أصحابي وكل أي حد كان بيتمنى ليا الخير تمام وبشكر إنسانة عزيزة جدا علي وغالية جدا علي أتمنى من ربنا أن يجمعني بها على خير الفترة الجاية بإذن الله تعالى إن شاء الله وأتمنى أن ربنا يكرم كل لعب في حياته ويوصل لحلمه ويحقق اللي يتمنى أنا بشكرك كابتن أحمد شرفتنا الشوائد غيرين دول وإن شاء الله يبقى معنا لقاءات تانية لفترة الجاية بإذن الله انتظروني أعزائي المشاهدين ومطبخ داليا وعايزة مدخلات قوية جدا في المطبخ فاصل ونطلع تاني اتمنى لفترة الجاية